مبارنة الرياضي الأشعة تؤكد غياب صالح جمع عن الأهلي عشرة أيام تأكد غياب صالح جمع لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة الذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي والمحدد لها أستطى المقبل بعد إصابته بشد في العدلة الخلفية بمباراة العودة أمام النجم السحلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 6-2 ينفذ اللاعب برنامجه التأهيل الخاص به على مدار الأيام القليلة المقبلة أملا في لحقه بمباراة العودة أمام الوداد المغربي والمقرر إقامتها مطلع الأسبوع بعد المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا وقد أجرى صالح جمعة أشعة على العضلة الخلفية أثبتت حكته لتأهيل لمدة لا تقل عن عشرة أيام وبالتالي الغياب عن لقاء الذهاب في الإسكندرية يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام السابع مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية تعالوا بقى نروح لخبر مباراة طبعا كل الناس كتبتتكلم على طلاق ياسمين سابري ياسمين سابري حديث السوشال ميديا بعد خبر طلاقها أن هي كانت متجوزة بقى لها خمس سنين وخبت جوازها عن أعين الجمهور هي ما خبتش بس هي الموضوع شخصي جدا فما كانتش بتتكلم فيه وانفصلت بعد ما أثرت الجدل حول زواجها بعشرين يوم طيب النجمة قال صعيدة ياسمين سابري انفصلت عن زوجها بشكل نهائي بعد فترة زواج استمرت خمس سنين حيث تزوجت ياسمين قبل دخولها الوسط الفني لأن هي لم تكن تتحدث عن زوجها في أي مناسبة ولا في وسائل الإعلام ولا برامج تلفزيونية ولا حتى على فيسبوك لأن هي المرة الأولى كشفت عن زواجها قليل الظهورة في أحد البرامج التلفزيونية أول الشهر ده يعني وابتدت إن هي تتكلم عنه وإن هي أخفته علشان موضوع شخصي وكلام طبعا كلنا شوفنا عموما ياسمين يعني التدخل طبعا كان فيه مبرح حفلة على الفيسبوك على موضوع طلاق ياسمين سابري وأثار الموضوع ده استيقها بشكل كبير جدا لأن هي حاسة إن ده تدخل في حياتها الشخصية الناس بقى قاعدت تقول مش عارف إيه الناس كانت مبسوطة معرفش مبسوطة ليه يعني تحس إن هو يعني إيه كان العقبة الوحيدة أمامه إن ياسمين سابري تتطلع عشان يعني هو يتقدم ما علينا المهم إن هي اتداقت جدا واستأقت جدا من التدخل في الحياة الشخصية لها بهذا الشكل السافر وقالت تحديدا أنا والله كرهت الأضواء اللي خلت الشخص سلع على بيع الصحف الصفرة وغيرها كرهت إني تحولت لشخص يجعل الصحفي يروح شغله ويقلف اللي هو عايزه كرهت عدم وجود حكم يحاكم هؤلاء الناس من ظلمهم وبتلاقوا من مستمر دمرته نزائت الصحفة وبتحاولوا تدمير كل من هو في حاله وكل ما هو كل من هو في حاله يعني كل واحد في حاله وعموما دي حاجة شخصية جدا تخصها هي لوحدها يا جماعة واحنا يعني إذا كنا احنا بنحب ياسمين سابري وفخرين بيها فخرين بيها علشان هي بتقدم لنا فن جيد وهي يعني جمهورها المفروض يعمل لها سابورت أو دعم أكتر من كده طيب